لكن الاهلي بدأ الاستعداد الجدي بقى نحن خلاص بنتكلم فيه يوم 21 تسعة مباراة الصوبر ان شاء الله يعني خلاص دخلنا في مراحل الترتيب المهم جدا والاتحاد مصمم على انه لازم يحسن مباراة الصوبر قبل بداية الموسم الجديد وإلا هيب عندنا اتنين صوبر متراكمين واربعا فبالتالي حدد 21 تسعة الاهلي وطلاع الجيش على الفور بدأ الاهلي فترة التدريبات الجدة نهاردة كان فيه مران قوي في ملعب التيتش ده جانب منه مستر بيتش موسماني بدأ المران بجلسة مع الجهاز المعاون على تفاصيلات التحضيرات في الفترة اللي جاية وبعد كده عقد محاضرة فنية مهمة مع اللعيبة بالذات لانه فيه لعيبة جديدة عليها طبعا اللي راجعين من الاعراض زي عمار حمد زي ما انتوا شايفين وزي احمد عبدالقادل هي الكاميرا مركزة عليهم بالصوت دول تدعمات مهمين جدا للفريق وحسام حسن المهاجم الجديد كريم فؤاد وبير ستاو ولويس دي الاضافات اللي بتدعم قيمة الاهل في الموسم الجديد بشكل قوي جدا